اليوم كل الطرق تؤدي إلى مارسيليا وتحديدا إلى ملعب الفيلودروم حيث المنتخب الأولمبي على موعد مع كتابة فصل جديد في سجل تألق كرة القدم الوطنية وهو يواجه المنتخب الإسباني ضمن نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أكيد أن المباراة لن تكون سهلة لكن المنتخب الوطني أعد العدة ليكون في الموعد إذن طريق لتقريبكم أكثر من أجواء هنا بالفيلودروم وكما تشاهدون الألف من الجماهير حجت منذ يوم أمس إلى هنا إلى مارسيليا قادمة من كل حذب وصوب من أوروبا هنا من فرنسا وطبعا من المغرب لمؤذرة المنتخب الوطني المغربي والأكيد أن ألوان العلم الوطني تتسيد المشهد في صورة لجمهور عاشق للمنتخب الوطني يقدم صورة حضارية عن المملكة المغربية يعني دورة استثنائية طريق بالنسبة للمنتخب الوطني هنا بباريس بدءا بتسيده المجموعة الثانية بست نقاط أمام المنتخب الأرجنتيني ثم بلوغ الربع والفوز على المنتخب الأمريكي بأربعة أهداف نظيفة واليوم هو أمام اختبار آخر صعب أمام المنتخب الإسباني نتمنى طبعا كل الحد والتوفيق لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب طارق أسكيتيوي ونعود إليك وإلى ضيوفك الكرام